صدق الفريق محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة على قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة إبريل 2023 صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الأعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة إبريل 2023 جاء ذلك خلال وقاء المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء سامير خليدي مدير إدارة التجنيد والتعبئة أشار فيه إلى قبول دفعة جديدة من شباب مصر لتأدية الخدمة العسكرية والتي سيتم مستقبالهم اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق العشرين من ديسمبر 2022 وللمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع إدارة التجنيد والتعبئة على شبكة الإنترنت على العنوان التالي ومن خلال ركم الخدمة الصوتية للمركز الإلكتروني لخدمات التجنيد 15-4-99